موسيقى روجت في اليومين الماضيين صحف جزائرية موالية للنظام العسكري أخبارا مغلوطة ادعت من خلالها بكون منظمة الاتحار الافريقية قد رفضت طلب إسرائيل الاندمام للمنظمة بثفة مراقبة هذا الخبر الذي حاولت وثائل الإعلام الجزائرية ترويجه على نطاق واسعة في محاولة منها لتمرير مغالطات تهدف من خلالها إظهار قوة ديبلوماثية بلدها مدعية أن الجزائر لعبت دورا رياديا في وقف التواغل الإسرائيلي المغربية داخل أروقة منظمة الاتحاد الافريقية لكن سرعان ما انكشفت أكاذيب الآلة الإعلامية الموجهة من قصر المرادية بعد أن خرجت الناطقة باسم الاتحاد الافريقية لتكذب كل هذه الشائعات وتؤكد أن القرار النهائي بخصوص قبول أو رفض طلب اندمام إسرائيل بصفة مراقبة لم يتخذ لحدود الساعة ونفت إيبا كالدونو المتحدثة باسم الاتحاد الافريقية الشائعات المغردة التي أوردتها بعد وثائل الإعلام حول تعليق عدوية إسرائيل وقالت إنها عارية من الصحة وأن الاتحاد لم يتخذ بعد قرارا بشأن تعليق عدوية إسرائيل بصفة عدو مراقبة وشددت كالدونو على أنه تم إرجاء مناقشة موضوع القرار بعدما تقرر النظر فيه من طرف اللجنة الرئاسية الثلاثية المنبتقة عن القمة الافريقية من أجل التحاور بشأنه وتداول المباحثات والتشاور حوله واتخاذ قرار نهائي في الموضوع وفي خبر آخر حلت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء بالرباط ولدى وصولها إلى مطار الرباط سلا وجدت المسؤولة الأوروبية في استقبالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ناصر بوريطا ويتعلق الأمر بالزيارة الأولى للمسؤولة الأوروبية في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامر قد أوضح في تصريح لوكلة المغرب العربي للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في الثياق الشراكة التنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبية التي تحرث رئيسة المفوضية على تعذيذها يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلق في الثابع والعشرين يونيو 2019 في بروكسل الشراكة الأورو مغربية من أجل ازدهار مشارك والتي تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات التنائية وتتمحور هذه الشراكة حول أربع مجالات مهيكلة تتمثل في تقارب القيم والتقارب الاقتصادية والتماثك الاجتماعي والمعرفة المشاركة ثم التشاور الثياسي والتعاون المتقدم في قضايا الأمنة كما تقوم على محوري رئيسيين يهم التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخة والتعاون في مجال التنقل والهجرة اشتركوا في القناة ودراء الجمارك بمنطقة الشرق الأوسط والأدنى والشمال إفريقيا في نسخة الخامسة والخمسين الذي جرى عبر تقنية التناظر المرئية وذلك بعدما جرى عرض خرائط للدول العضاء تضمنت خريطة المغرب الكاملة التي تشمل أقلمه الجنوبية وهو أمر سبق أن حدث العام الماضي أيضا لكنه الآن بات يحمل رسالة أخرى مفادها أن الجزائريين لا ذالوا عاجزين عن حثم موضوع الخريطة قبل تنظيمهم للقمة العربية لكون أن الجهة التي ترعى هذا الاجتماع هي جامعة الدول العربية ووسط الحديث عن تأجير القمة العربية إلى موعد غير محدد نظرا لعدة اعتبارات من بينها الموقف الجزائري من قرية الصحراء الداعم لعثابة البوليثاريو والرافد لاعتماد الخريطة المغربية الكاملة أعلن بياد المدرية العامة للجمارك الجزائرية أن المدير العام نور الدين خالدي انسحب من الاشتماع بمجرد عرض تقارير المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات الاستعلاماتية لعام 2021 مسجلا لاحتجاج الرسمي لبلاده على اعتماد خريطة المغرب المتضمن للصحراء والتي وصفها بأنها غير شرعية وتكمن أهمية الأمر في كون الاشتماع يمثل امتدادا لجامعة الدول العربية الذي ترعاه وتموله ويحتضن مقره في القاهرة اشتماعات الدورية الحضورية ما يشكل إشارة إلى أن الموقف العربي لا ذال ملتزما بالخريطة الرسمية المعتادة التي يبرز فيها النطاق الجغرافي المغربي كاملا بما يشمل الصحراء وهو الأمر الذي شكل إحدى إكراهات إنعيقاد القمة العربية في مارس من هذه السنة لكون العديد من الدول الخليجية دافعت عن موقف الريباط بخصوص الصحراء رغم الجولة الماراتونية لوزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة إلى عدة عواثم عربية وحددت الخارجية الجزائرية بداية شهر وانبر من هذا العام لعقد القمة المؤجلة منذ الثنة الفين واثنين وعشرين لكن هذا التوقيت لم تتبنه لا جامعة الدول العربية ولا أي دولة عربية أخرى ويوم أمث الأحد تفاعل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطا مع هذا الأمر لأول مرة خلال حوار مع قناة فرنسا 24 حيث أكد أن موعد القمة حسب المثاق المعمول بها هو شهر مارس وأورد بوريطا أن ملحقا مضمنا في مثاق الجامعة والمتعلق بدورية القمة يحدد شهر مارس من كل سنة موعدا لانعقادها وهو ما جرى الاتفاق عليه من طرف ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية معتبرا أن الأمر يتعلق بنص معمول به لا يمكن تغيير تاريخ القمة إلا بتغييره خالصا إلى أن القمة المقبلة إن لم تعقد في مارس 2022 فيوجد شهر مارس في الثنوات القادمة مع العلم أنها لم تعقد لا في 2021 ولا في 2020 في إشارة إلى أن القمة لن تعقد هذا العام وإلى أداث أبابا حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطا بالعاصمة الإتيوبية أن تقارير الاتحاد الإفريقي لا تتضمن هذه الثناء أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية وأبرز بوريطا خلال مؤتمر صحفية بمقر الاتحاد الإفريقية على هامش الدورة العادية الخامسة والثلاثين لقمة المنظمة الإفريقية أنه لم يرد في ثلاثة تقارير والتي تتم فيها عادة الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية أي إشارة بخصوص القضية الوطنية وعشر الوزير في هذا الصدد إلى تقارير اللجنة الإفريقية حول حقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقية وحول الوضعية الإنسانية وجدد بوريطا التأكيد على أن التقرير حول الوضعية الإنسانية في إفريقيا والذي تم استغلاله على الدوام لتناول وجهة نظر واحدة فقط حول الموضوع أدحى الآن تقريرا يتمتع بقدر كبير من التوازن الموضوعية مبرزا أن كل هذه المكتسبات تعزز رؤية المغرب إذاء الاتحاد الإفريقية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية أي أن الملف يقع ضمن الاختصاص الحصرية للأمم المتحدة وسجل الوزير أن كل من أراد دفع الاتحاد الإفريقية نحو هذه القضية كانت لديه أجندة خاصة وأراد أن يحقق في أدث أبابا معجز عن تحقيقه في نيويورك وأضاف قائلا اليوم سيتم خلق انتجام بين أدث أبابا ونيويورك نفس المنظور ونفس المنطقة والمرجع هي قرارات مجلس الأمن المرجع والمصار الأممية الاتحاد الإفريقية مثل أي منظمة إقليمية يقدم دعمه ويواكب الجهود المبدولة من طرف الأمم المتحدة